موسيقى تشرة مفصلة لأهم الأنباء أسعد الله مساءكم والبداية مع العنوين الحكومة تشكل لجنة عليا للموازنات العامة للسنة المالية 2017 موسيقى مقاتلات التحالف تستانف الغارات على أهداف الانقلابيين في صنعاء موسيقى خسائر فادحة تتكبدها ميليشيا صالح والحوثي في نهم وتعز والبيضاء وحجة موسيقى أهلا بكم أصدر رئيس الوزراء دكتور أحمد عبيد بن دغر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للسنة المالية 2017 وذلك لدراسة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة والسقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطة المركزية والمحلية للعام المقبل على ضوء السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة وتضم اللجنة التي يرأسها رئيس الوزراء وتتكون عضويتها كلا من نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية والتأمينات ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والإدارة المحلية والنفط والمعادن والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي ونائب وزير الإدارة المحلية ممثلا عن قطاع المالية المحلية والرقابة إضافة إلى أمين عام رئاسة الوزراء ووكيلي وزارة المالية لشؤون المالية والإدارية وشؤون الحسابات الحكومية وينص قرار التشكيل على إعداد كل من الموازنة العامة للدولة وموازنات المحافظات وموازنات الوحدات الاقتصادية والمستقلة والملحقة وموازنات الصناديق الخاصة وفقا لدليل أعداد الموازنة العامة للدولة ودليل أعداد موازنات الوحدات الاقتصادية على ضوء النظام المحاسبي الموحد وفي ضوء القواعد والإرشادات والأسس التي تصدرها وزارة المالية أصدر رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في حدثة غرق السفينة في محافظة سوقترة ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الرب منصور هادي رئيس الجمهورية وبموجب القرار فإن اللجنة تتكون من وزير الأوقاف والإرشاد القاضي أحمد عطية رئيسا للجنة وعضوية كل من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عبد الرب السلام ورئيس نيابة استئناف حضر موت ومدير عام شرطة حضر موت ومدير عام شرطة سوقترة ولفت القرار إلى أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا من الفنيين البحرين ورفع نتائج التحقيق إلى مكتبي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء خلال عشرة أيام من تاريخ تشكيل اللجنة وشدد القرار على جميع جهات الاختصاص التعاون مع اللجنة فيما يخصهم من أعمال وأن تباشر اللجنة عملها من تاريخ صدور القرار وبصورة عاجلة على أن ينتهي العمل بالقرار فور الانتهاء من عملية التحقيق في الحادثة من المقرر أن تبدأ خلال الساعات المقبلة عملية صرف مرتبات منتسب المنطقة العسكرية الأولى بمحافظة حضر موت على مستوى الألوية والوحدات العسكرية والأمنية من قبل لجنة عملية الصرف ونقش وزير المغتربين رئيس لجنة الصرف المرتبات الدكتور علوي بافقي مع وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء إصام حبيرش اللمسات الأخيرة لبدء عملية صرف المرتبات لمنتسب القوات المسلحة والأمن اللجنة اليوم عقدت الشماع في ديوان مكتب وكيل المحافظة لشؤون الصحراء والوادي بحضور القائدات العسكرية للمنطقة العسكرية الأولى بحضور قائد المنطقة وقادة الألوية بحثت آلية صرف المرتبات لقوات الجيش وترأس الاجتماع مع علي وزير شؤون المغتربين للأسابة علوي بافقي وتم الاتفاق على تشكيل اللجان الفرعية للبدء بعملية الصرف للأبطال القوات المسلحة والأمن هنا في سيئول وخلال الساعات القليلة القادمة ستتوجه اللجان الفرعية إلى مقر الكتائب والألوية لبدء عملية الصرف ولضمان أن تتم عملية الصرف بشفافية ومطلقة ولكي يعني يضمن أبطال القوات المسلحة والأمن كافة حقوقهم المالية هناك متابعة مستمرة قال وزير الثقافة مروان دماجن العاصمة المؤقت عدن ماضية في تجاوز آثار الصراع والحرب بصورة حسنة وضف في تصريح ليمن شبابا الحياة الثقافية للمدينة أخذتهم في استعادة دورها كمدينة للتنوع والتعايش والسلام هذه المدينة قادرة على أن تتجاوز مخلفات الصراع سواء كان هذا الضوطاء الصراع بما تركه من مشاعر الكراهية من لغة طائفية أو لغات ضد طابع مناطقي أو ضد طابع بعين شكل أشكال أن هناك قدر كبير من التسامح في المدينة وأن الناس يتجاوزون آثار الحرب وتعود عدن مدينة للتعايش ومدينة للسلام ومدينة للتنوع والغنى الثقافي والاجتماعي والتعدد الثقافي والاجتماعي ميدانيا عسكريا لقي عدد من ميليشي الحوثي والصالح مصرعهم وأصيب آخرون خلال تصدي الجيش الوطني لمحاولة تقدم فاشلة بمنطقة نهم شرق العاصمة صنعاء وأكد مصدرا عسكريا أبطال الجيش والمقاومة الشعبية صدوا محاولة هجوم للانقلابيين باتجاه مواقع تبة العيان وميمنة جبهة نهم ما نتج عنها سقوط قتلى وجرح في صفوفهم هذا واستأنفت مقاتلات التحالف العربي ضرباتها الجوية المكثفة ضد أهداف تسيطر عليها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح في العاصمة الصنعاء ومحيطها وأفادت مصادر محلية بأن التحالف نفذ نحو خمس غارات في منطقة النهدين ومعسكر تابع للحرس الرئاسي يسيطر عليه الانقلابيون بمحيطه كما نفذت تحالف بالقرب من دار الرئاسة غارتين خلف منصة ميدان السبعين وبالتزامن نفذت طائرات التحالف نحو ثلاث عشرة غارات جوية في منطقة بني حشيش الواقع شرق العاصمة والمحاذية لمنطقة نهم التي تشهد مواجهات بين قوات الجيش الوطني وميليشي الحوثي والمخلوع صالح كما استهدف الطيران بست غارات جبل ظفار غرب صنعاء وذلك بالتزامن مع تحليق مكثف انفجارات سمعت في أرجاء مختلف مناطق العاصمة جاءت سلسلة الغارات في صنعاء بعدما تراجعت إلى حد كبير الأسابيع الماضية على مستوى المناطق الواقع داخل العاصمة وانحصرت الغارات في محيطها قتل أربعة حوثيين وأصيب آخرون في اشتباكات مع المقاومة بمديرية الزاهر في محافظة البيضاء مصادر محلية أكدت أن معارك عنيفا دلعت بين المقاومة والميليشيات في جبهة كساد بمديرية الزاهر الحميقان أسفرت عن مقتل أربعة من الحوثيين واستشهاد اثنان من المقاومة قتل أربعة من ميليشي الحوثي والصالح الانقلابية واستشهد اثنان من أبطال الجيش الوطني وأصيب خمسة آخرون في معارك مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وغارات للتخالف العربي بمحافظة تعز وتمكن أبطال الجيش الوطني من كسر محاولة لعناصر ميليشي الحوثي والمخلوع في محيط معسكر التشريفات ومدرسة محمد علي عثمان شرق المدينة وفي الصياحة والكربة بالربيع غرب المدينة وأجبروهم على الفرار ودمرت مدفعية الجيش الوطني دورية للحوثيين في شارع الخمسين تقاطع 24 شمال غرب المدينة واستهدفت مقاتلات التحالف بخمس غارات مخازن أسلحة تابعة للميليشيات في منطقة الجبلين بالمخة وثلاث غارات استهدفت مواقع الميليشيا في معسكر اللواء الثاني والعشرين بالجند شرق المدينة وقصفت الميليشيا الانقلابية المتمركزة في محيط حي بيرباشا بقذائف المدفعية ما أسفر عن سقوط جرح بينهم أطفال أكد قائد اللواء الثاني والعشرين ميكا العميد روكن صادق سرحان مساندته لجهود إدارة شرطة تعز لضبط الأمن في المدينة والوقوف بحزم أمام محاولات إقلاق الساكينة العامة والإخلال بأمن المواطنين وقال سرحان إن الحفاظ على أمن مدينة تعز يمثل ضرورة بالغة ومسؤولية أولى لقطع الطريق أمام من يسعون للنيل من محافظة تعز الصامدة مشيرا إلى أن اللواء الثاني والعشرين ميكا ملزم بمساندة إدارة أمن تعز وتأمين المناطق المحررة في المدينة إلى جانب مرابطة أفراده في جبهات الشرف للتصدي للميليشيات الانقلابية وحضر قائد اللواء كل من من يسهم في افتعال المشاكل وإقلاق الساكينة العامة في مدينة تعز داعيا الجميع إلى مساندة جهود إدارة شرطة تعز في ضبط الأمن والتصدي للمتجاوزين تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني المسنودة بالمقاومة الشعبية وميليشي الحوثي في جبهة كيريش بمحافظة لحج وقالت مصادر محلية أن قناصة الميليشيات استهدفت منطقة الجريبة برصاص المعدلات في المواقع تمركزها بخزيجة شمال غرب كيريش وبالتزامن ردت قوات الجيش الوطني والمقاومة بقصف عنيف بقذائف الهاون على تلك المواقع وبحسب المصدر فإن اشتباكات عنيفة شهدتها بعض المواقع في عزلة كيريش استخدم فيها الطرفان الأسلحة المتوسطة وتركزت المواجهات في مواقع الرزينة والنبيع والقلت والزمار الواقعة إلى الشمال والشمال الشرقي من المنطقة لقي عدد من ميليشيا المخلوع صالح والحوثي مصرعهما أصيب آخرون بجروح في مواجهات مع الجيش الوطني بمحافظة حجة وأكد مصدر عسكري مقتلى ثلاثة من أبناء منطقة ذيفان في مدرية ريدا تابع إداريا لمحافظة عمران الواقع تحت سيطرة الميليشيا الانقلابية وأشار إلى أن القتلى علي حج لطفالة ومقبل علي ناجي شبرين ومحمود المقلق ومصرعهم أثناء قتالهم في صفوف الميليشيات المسلحة التابعة للمخلوع والحوثي استهداف كل ما يمت بصلة لثورة السادس والعشرين من سبتمبر المجيدة التي حررت اليمن من الحكم الإمامي الكهنوتي بات على رأس أولويات ميليشيا الحوثي التي تبرز بمرور الأيام عدوتها شديدة للجمهورية والثورة التقرير التالي يصلط الضوء على بعض تصرفات الميليشيا في هذا السياق غابت الأهداف الستة لثورة السادس والعشرين من سبتمبر من ترويسة الصحيفة التي تحمل اسم الثورة نفسها لتستبدلها ميليشيات الإمام الحوثية بصورة زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي المصنف إرهابيا وقائد الانقلاب على الجمهورية فالجيش الذي فجر ثورة سبتمبر من العام 1962 تتجرأ الحركة الحوثية اليوم بحذف أهدافها الستة التي صاغها الشهيد علي عبد المغني زعيم تنظيم الضباط الأحرار وقائد الثورة فبدت صحيفة السادس والعشرين من سبتمبر في شكل طائفي بخلفية كربلائية غالبا ما تستخدمها الصحف الطائفية في العراق والتابعة لحزب الله في بيروت ذلك أن الإعلاميين الحوثيين القائمين حاليا على الصحف والقنوات الحكومية الخاضعة لسيطرتهم تلقوا دورات تدريبية خاصة في بيروت وطهران منذ العام 2010 وقبل أيام فقط قام عناصر الحوثيين بانتزاع الطير الجمهوري في مجلس الوزراء ومن غالبية الدوائر الحكومية كما ظهر خلال اجتماع عضاء ما تسمى بحكومة الانقلابيين في إقليم آزال لم يصمد زيف الحركة الحوثية في ادعائها بعدم استهداف الجمهورية لكن سلوكها المعادلها يعزز بشكل يومي سعيها لتجريف أهداف ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ومشروع الجمهورية ولم يكن العداء الحوثي للجمهورية وليد اللحظة أو تصرفات هامشية وإنما في إطار خطة حوثية ممنهجة تستهدف موروث الجمهورية منذ وقت مبكر يمتد إلى بداية الثمانينات وبدعم إيران كما جاء في تقرير الداخلية اليمنية أمام إحدى قلاسات البرلمان في العام 2008 لم تكن هذه الشكليات التي انتهجتها الحركة الحوثية سوى ترجمة للعداء العميق والمبكر للجمهورية ولعدم إيمان الحركة بمبادئه وأهداف ثورة سبتمبر تشكل دولة الاتحادية بنظام الأقاليم حلا يمنيا يؤسسه لدولة العدالة ويوزع السلطة والثروة بين جميع اليمنيين مزيد من التفاصيل في هذا التقرير حتى مناسبة ذكرى المولد النبوي يستغله إعلام الحركة الحوثية لمهاجمة مشروع الدولة الاتحادية ونظام الأقاليم ووصفها بالمؤامرة والأمر نفسه يتطابق مع ما كرره المخلوع صالح في خطابه أمام كتلة حزبه فيما تسمى بحكومة الانقلاب حيث جدد المخلوع انزعاجه من تحركات قيادات الشرعية السياسية والعسكرية وكذلك قيادة السلطة المحلية في مأرب وعدن وحضر موت وجميع المناطق المحررة فيما يشبه فرض مشروع الأقاليم على مستوى الواقع لا يكاد يمر يوم على وسائل إعلام الانقلابيين الحوثيين وحليفهم المخلوع صالح إلا ويتم تجديد رفض الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل يعود ذلك بحسب مراكبين إلى كون الصراع القائم هو بين مشروعين أحدهما المركزية التي يحارب المخلوع والحركة الحوثية لحمايتها فيما يشكل الآخر مشروع الدولة الاتحادية الذي يتبناه الرئيس هادي والقوى الوطنية ففي مشروع الدولة الاتحادية يصف المطالبون بالدولة والعدالة والتنمية وفي مقدمتهم السلطة الشرعية وفي المقابل حيث المركزية الطائفية يصف عبد الملك الحوثي والصالح وميليشياتهم المسلحة وشبكات رأس المال الفاسد التي شنت الحرب وبالقدر الذي تشكل الدولة الاتحادية بنظام الأقاليم حلا يمنيا يؤسس لدولة العدالة ويوزع السلطة والثروة بين جميع اليمنيين يراها الانقلابيون خطرا على امتيازاتهم الخاصة التي أتاحتها لهم السلطة المركزية الجهوية وهو ما يفسر حشدهم للحرب اختتم بسيون محافظة حضر موت برنامج الأم الحنون الثاني الذي هدف لتحسين أداء الأسرة المتدربة مزيد من التفاصيل في التقرير التالي برعاية كريمة من الأستاذ عصام بن حبريش الكثيري ووكيل محافظ محافظة حضر موت لشؤون مديريات الوادي والصحراء أقامت مؤسسة بسمة لتنمية الطفل والمرأة بوادي حضر موت حفل اختتام برنامج الأم الحنون بنسخته الثانية والذي استمر تسعة أشهر بتمويل من مؤسسة العون للتنمية موسيقى 198 متدربة ومشاركة في مجموعة من الدورات التأهلية الأسرية التي تساهم في إعداد وتربية جيل واثق ومحب لإسرته ووطنه تفاديات تربية الأبناء والأطفال الذين أصاب المراحقين ومعية وأبونا توفى زوي ما شاء الله حاولت أن يربيهم تربية جيدة وحسنة له أثر كبير جدا على أثر الأسر أو على دور الأسرة في كمال مراحل التربية الحديثة لأطفالها وبناتها وهذا الدور سنلاحظه في الأجيال القادمة سيعطي لنا جيلا إن شاء الله يفكر في خدمة بلده في خدمة وطنه في خدمة أمته الإسلامية أثر مستدام حققه برنامج الأم الحنون في نسخته الثانية على الصعيد المجتمعي والأسري في مختلف مديريات وادي حضر موت بالحقيقة البرنامج مهم جدا لإكساب الأم مهارات في التربية وتعزيز القيم بالنسبة للأطفال ويعتبر هذا المشروع أو البرنامج مهم جدا لتحقيق تنمية على مستوى الأسرة والذي من شأنه يهدف إلى تحقيق تنمية على مستوى المجتمع بشكل عام تفاعل لا محدود من قبل المتدربات خلال دورات البرنامج التي تهدف إلى تعزيز دور الأم في مجال تربية الأبناء والتعامل مع الأزواج الأم مهارات في حضر موت بحاجة الماسة إلى التدريب والتأهيل لحوض مضمار الحياة المختلفة وهذا ما تقدمه منظمات المجتمع المدني في حضر موت وبمشاركة فاعلة من السلطة المحلية عبدالله مؤمن بقناتي من شباب حضر موت قبل ختام هذه النشرة نذكركم بعناوينها الحكومة تشكل لجنة عليا للموازنات العامة للسنة المالية الفين وسبعة عشر مقاتلات التحالف تستأنف الغارات على أهداف الانقلابيين في صنعاء خسائر فادحة تتكبدها ميليشيا صالح والحوثي في نهم وتعز والبيضاء وحجة ختام النشرة إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة